كيفك دنيز؟ 14 أدهار وبدأ الخطابات الانتخابية ماذا في التفاصيل؟ انطلقت معركة الانتخابات عشية انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في منتصف ليلة ثلاثاء يمكن القول إن المعركة الانتخابية بدأت وإن كانت اللوائح الانتخابية لدازل تحتاج إلى حسم بعض التحالفات في أكثر من منطقة عدد المرشحين بلغ حتى الآن 745 مرشحاً 228 قدموا ترشيحاتهم اليوم فقط فيما كان أبرز الذين اختاروا العزوف عن الترشح الرئيس ناجيب ميقاتي مفضلاً كرسي رئاسة الحكومة على الكرسي في ساحة النجم علماً أن ميقاتي لم يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بل اعتبر أن كل ورقة توضع في الصندوق قادرة على التغيير وبانتظار اتضاح صورة الترشيحات بعد عزوف ميقاتي داخل الطائفة السنية تبدو المعركة حامية على الساحة المسيحية وقد تظهر ذلك في المواقف التي رافقت إطلاق الحملات الانتخابية لدى كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وقبلهم حزب الكتاب رئيس التيار الوطني الحر أكد على تحالفه مع حزب الله متبنياً معظم طروحاته متفقاً مع نصر الله على تخوين كل القوى الأخرى وأيضاً مجموعات المجتمع المدني الممولة من السفرات كما قال باسيل لم يسمي باسيل حركة أمل المتحالف معها أيضاً في الانتخابات لكنه قدم لمناصريه تخريجة تبريرية لتحالفه مع القوى التي كان يحملها مسؤولية الفساد بأن التحالف انتخابي وبعد الانتخابات كل واحد يذهب بطريقه رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجا اعتبر أن 15 أيار سيكون موعداً جديداً لثورة الأرز وهذه المرة في صندوق الاقتراع في معركة خلاص لبنان من حكم الميليشيا والمافيا كما قال اللافت في خطاب جعجا الكلام المباشر ضد حزب الله إلى حد وصفه بمنتحل صفة المقاومة فيما هو أقرب لقوة احتلال إيراني أو قوة انفصالية ودعاه إلى الاتعاب من تجربة المقاومة الأوكرانية حيث مقاومة تحت أمرة الجيش وبمباركة الدولة والشعب لم يشعجع الرد على باسيل ورفض الدخول بما وصفه لغة الشارع والكلام الزئائي أخيرا في المشهد الانتخابي خطاب ثالث للرئيس بري الذي يترشح للمرة السادسة لم يدخل بري في خطاب تهجم أو اتهامات وإن كان كلامه تضمن رسالة لكل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من دون أن يسميهما غمز من قناة التيار عندما أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف أما الرسالة إلى القوات فكانت عندما ساوى بين انفجار المرفأ متمسكا باستكمال التحقيق فيه مع أحداث الطيوني التي وصفها بالمشزرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر